تتصاعد حدة الأزمة في السودان يوما بعد يوم لا سيما بعد مهاجمة قوات الأمن جموع المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم وسط دعوات أممية لنشر فريق للتحقيق في الانتهاكات ضد المعتصمين المفوضية السامية لحقوق الإنسان دعت السلطات السودانية إلى إجراء تحقيق سريع ومستقل في استخدام القوة المفرطة ضد أماكن الاحتجاج في الخرطوم ممثل وفد قوة إعلان الحرية عمر الدقير قال إنهم لن يدخلوا في أي مفوضات مع المجلس العسكري ما لم يتم تنفيذ شروط قدمها الوفد لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في مقدمتها اعتراف المجلس العسكري بارتكاب جريمة فضل الاعتصام أمام مقر الجيش بالخرطوم وإجراء تحقيق دولي في الواقع وعلى الرغم من ترحيب قوة الحرية والتغيير بالوساطة الإثيوبية إلا أن الكيانات المعارضة دعت إلى عصيان مدني شامل في البلاد يستمر حتى تسليم المجلس العسكري الانتقالي السلطة لحكومة مدنية تقود البلاد في المرحلة الرائمة بدورها أكرت متحدثة باسم تجمع المهنيين السودانيين سار عبدالجليل التمسك بالعصيان المدني الشامل إلى حين تحقيق جميع المطالب التي نادى بها التجمع والشعب السوداني مشيرة إلى أنه ليس أمام المجلس العسكري أي خيار لمواجهة هذا العصيان سوى التجاوب مع المطالب أما المجلس العسكري الانتقالي في السودان فقد رحب بالوساطة الإثيوبية وقال إنها دعوة حقيقية للحوار والتفاوض مع قوى المعارضة وعلى ما يبدو أن ترحيب المجلس بالتفاوض لم يكن صادقا لا سيما وأن الجيش السوداني أوقف ثلاثة من قارة الاحتجاجات بعيدة مشاركتهم في المحادثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي